عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدة الوفاء الزكية الوفية أم البنين صلوات الله وسلامه عليها هناك مقولة قال دائما أثناء الحديث عن طبيعة زماننا وعلقته بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه تتلخص هذه المقولة بأن الأمة بعيدة جداً عن أن تكون أمة ممهدة وقادرة على تلبية مبادئ وواقع النصر إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة مشروع الإمام روحي وأرواح العالمين له الفدة وبالتالي ما تتحدثون عنه بأن العلامات هي في أفق التحقق أو تحققت بعيد جداً لأن الأمة لما تستعد بعد ولما تملك قرار النصر الجادة في هذا الأمر وقد يبدو للوهلة الأولى للكثيرين بناء على رؤيتهم لنماذج يتذكرونها أو طبعت سلوكياتها أو أفكارها في أذهانهم هذه النماذج بطبيعتها لا ترقى إلى هذا المستوى فيعمم النموذج السلبي على كل الواقع ويكون هو صورة الواقع بل يصادر كل شيء في قبال أن يكون هذا النموذج هو الذي يمثل كل هذه الأمم كأن ترى الحركة المنحرفة الفلانية وهي تهيمن مثلاً على واقع معين فينصب كل هذا الواقع بلون هذه الحركة ويقال أين هذه الأمة التي تستعد فلان فلان مجموعة الفلانية المجموعة العلانية ويعود الأمر إلى أن يرتب آثاراً على مسألة اليأس أو عدم اليأس باعتبار أننا في زمن أو في عشية الظهور ستكون الحيرة بسبب فقدان الإمام هي كما أشار الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم بأي واد سلك أو هلك هذا التصور ما هو مدى واقعه هل أن الأمة حقيقة قادرة وقابلة على النصرة وما هي مقاومات ذلك وكيف يمكن لنا أن نفهم أو أن نقيم هذه القابلية لتنسج مع معاندة وممانعة ومقاومة دول لديها أسلحة عظمى ولديها قدرة إهلاك كبيرة جداً وما إلى ذلك يفترض أن الحديث عن العلامات هو الآخر يقدم دليلاً على هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه بمعنى إذا ما كانت العلامات تتحقق إذن الأمة يجب أن تكون قد وصلت إلى مستوى من القابلية بحيث أنها مؤهلة إلى أن تخطو خطوتها الكبرى باتجاه نصرة الإمام صلوات الله وسلام عليك والعكس صحيح إذا كانت الأمة غير قادرة إذن ربما علينا أن نضع علامة استفهام على ما يجري من أحداث ونقول أن هذه الأحداث هي أو تكاد أن تكون كهية من العلامات التي ذكرت من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه طبعاً هؤلاء لديهم استصحاب سلفاً في أن قضية الإمام بعيدة ولذلك كلما يقيم الواقع بناء على رؤيته السلبية وبناء على عدم قدرته على أن يقيم الأوضاع بطريقة واقعية يرصد بها طبيعة الذي يجري طبيعة المؤهلات التي تتولد وما إلى ذلك هؤلاء سلفاً لديه جواب بهذا الاتجاه وسائر بهذا الاتجاه ولا يريد أن يزعجه أي أحد أو أن يقلب لديه المواجع ليقول له أنت مستبه في هذا التقييم وعليك أن تتجه إلى الاتجاه الثاني طبعاً هنا مشكلة أساسية في هذا المجال هي أن هؤلاء قنعوا بأن الغيبة لأنها طويلة واعتادت هذه الغيبة أن ترى نماذج من سلوكيات المؤمنين قائمة على أساس العمل الفردي أو العمل الذاتي حتى هو ينصرف إلى أن يكون مستغيثاً في ليلة الأربعة مناجياً في الدعاء الفلاني الزيارة الفلانية ويكتفي بهذا القدر لا عليه بالذي يجري في داخل الأمة ولا له هم في طبيعة الموقف من الأمر بالمعروف أو خليني أقولها بعبارة أوسع من ذلك ما إلى علاقة في عملية أن تتغير الأمة أو لا تتغير الأمة ما الذي يجري في عملية التغير أيضاً لا ينتبه إليه ولا يهتم به رايح على تعبيرنا رايح بدربة راجع بدربة ما إلى الدخل بهذا أو بذك التساؤل أين نحن من كل ذلك إذا ما حاولنا أن نعرف طبيعة العلاقة ما بين الواقع وما بين القابلية على النصرة فعلينا أن نرصد أنفسنا هل نحن قادرون أم لسنا كذلك والحديث عن أننا نقدر أو لا نقدر حديث جوهري في قصة الانتظار الانتظار بما أنه مبني على أمل الفرج للإمام صلوات الله وسلامه عليه وطبيعة هذا الأمل يرتب علينا في أن نرتب البيت الذي سيعود إليه الإمام في أن نهيئ هذا البيت أو أن نهيئ هذا الواقع الذي سيعود إليه الإمام لا مجال أمام المنتظر إلا أن يهتم بالواقع الاجتماعي يعني طبيعة المنتظر لا علاقة لها بالذات فحسب أنه أنا أربي نفسي على محبة الإمام وتبجيل الإمام وتقديس الإمام وما إلى ذلك دون أن أهتم بمجتمع الإمام بالوقت الذي نجد أن القرآن الكريم والروايات الشريفة تؤكد على أن المؤمن لا مجال أمامه في أن يكون له اتجاه دون أن يهتم بكل أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا المبدأ البسيط الذي يطرحه الأعمة وهو عميق للغاية مبدأ نوالي من والاكم ونعادي من عاداكم هذا المبدأ هو إعلان فصيح وصريح على وجوب الاهتمام بالموالين للإمام أي بالمجتمع ومواجهة ومجابهة ومقاومة الجهة المعادية للإمام صلوات الله وسلامه عليه وحينما نضع أنفسنا أمام هذه القضية نجد أن هذا الاتجاه الذي يعتكف بعيدا عن الحراك في داخل المجتمع نجده غريبا من الناحية العملية على مثل هذه الأفكار وهذه التوجهات حينما يتحدث القرآن الكريم عن أن الأمة التي تريد أن تفلح عليها أن تصبر وتصابر وترابط وتتق الله لأننا لا يتحدث عن فرد يعمل ذلك فتتغير الأمة ويتحولون من حالة اليأس إلى حالة الفرج أو إلى حالة الفلاح بتعبير القرآن الكريم وإنما يتحدث عن أمة وحينما نريد أن نقول أننا نريد أن نجري حراكا باتجاه نصرة الإمام صلى الله عليه وسلم عليه أيضا يفترض بنا أن ننظر إلى الأمة هل لديها القابلية على فعل ذلك أو لا إن لم يكن لديها القابلية علينا أن نعمل من أجل إيجاد هذه القابلية ونجاهد ونكابد من أجل تحقيق هذا الغرض خاصة وأن طبيعة العلة الغيبة التي أشير إليها في الكثير من الأحيان بأن السبب كان يعود لقلة الناصر وضعف المعين عندنا قصتين أكون ناصر قليل ولو كان فهو ضعيف لا يرقى إلى مستوى أن يقف في قبال أعداء الإمام اللي هم السبب الثاني في من أسباب الغيبة المشرفة اليوم أحنا أمامنا هذا الواقع وأذكره بشكل سريع جدا كأناس تراقبون وجدنا أن ما أشار إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمن في سنوات عن سنوات الخداعة وجدنا أن السنين التي مرت تتسم بهذا الأمر وجدنا أن التافه من الناس قد بدأ هو الذي يتسيد الموقف بتعبير الرواية الروايبضة وجدنا كل الذي صيصية يرفع صيصيته وهذا الإعلام ووسائل التواصل تتيح المجال لأي إنسان أن يرفع صوته ويتحدث مع أي ما يشاء بأي ما يشاء قبل كان عند منبوذية اجتماعية نتيجة السلوك أو نتيجة موقف أو ما إلى ذلك لا يستطيع أن يتكلم إلا بمواضع محدودة به وببيئته اليوم المرجع يمكن أن يتحدث وأستفه توافه الناس يمكن أن يتحدث لا بل ويعلو صوته على أعظم الناس وأكثر الناس نبلاً وكرامةً وشهامةً وما إلى ذلك يعني أخس الناس يمكن أن يبارز أشرف الناس من خلال هذا الصوت ومن خلال هذه الإمكانية التي أتيحت له في أن يتحدث اليوم نشوف أن الآفاق تتحدث عن رعب كبير جداً على مستوى السياسات العالمية بأن العالم يقترب من حرب ذات أوار شديد جداً ويوم على يوم جاء نشوف الأحزاب تتجه باتجاه تحالفات متعددة الأحزاب هنا أقصد القوى العالمية تتجه باتجاه تحالفات متعددة في نفس الوقت أنت تلاحظ مثلاً حينما تحدثنا سابقاً عن ضعف الصهاينة أصبح لدينا ليس غريباً يعني حينما تحدثنا أولاً كان الحديث غريب عن أي شيء يمكن أن نرى أن الصهاينة ضعفاً وهم يمسكون بأزمة العالم حينما تحدثنا عن إمكانية إقبال الأمريكيين إلى الغرب آسيا واستقرارهم في فلسطين وما إلى ذلك كان الأمر غريباً على ماذا يأتون هم موجودين بالأصل وبالنتيجة لا يحتاجون الصهاينة الدولة الصهيونية لا تحتاج إلى قوة تدعمها هي بنفسها قائمة وكل هذه الفترة كسبت الحروب وأسست لسياسات وهذا التطبيع يسري وما إلى ذلك بالشكل اللي يكون الحديث كخرافة حينما تحدثنا عن أن أكراد سوريا سيتحركون بهذه الطريقة أيضاً قيل من أين لكم ذلك هذا الأمر غير ممكن حينما قلنا بأن تركيا سوف تقوم بالأمر الفلاني أيضاً قيل من أين لكم هذا حينما قلنا بأن ناراً ستنشب لا يقوم لا شيء كل هذه الأقوال التي قيلت وجهت باعتراض من أجل الاعتراض مو من أجل التفحص الواقع والدعوة دائماً أن هذه أحداث متشافهة نعم الأئمة يتحدثوا بهذه الطريقة لكن من يقول أن هذا الحدث هو عين الحدث الذي أشار إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه ثم يعقبون على ذلك بأن هذه الأمة لا توجد لديها قابلية في أن تنصر الإمام حتى لو قلنا بأن هذه هي العلامات الأمة غير قابلة وبالنتيجة ستتأخر الأمور وستنضي إلى آجال بعيدة جداً في هذا المجال علينا أن نتساءل أولاً كيف تنشأ قابلية الأمة؟ يعني حتى نقول أن الأمة قابلة حتى نقول أن الأمة قابلة أو غير قابلة علينا أن نعرف ما هو مقياس القابلية بيا طريقة أنا أقيس القابلية هذا أولاً الأمر الثاني على الأرض الواقع الذي موجود على الأرض هل يتحدث عن أن الحواضن التي ترعى أو يمكن لها أن ترعى يمكن لها أن تدخل لاحقاً في قصة نصرة الإمام حتى لو أن رايتها الآن لا علاقة لها بنصرة الإمام أو أنها ربما تقف في قبالة أولئكم الذين يطرحون علناً نصرة الإمام أو الولاء للإمام أو ما إلى ذلك لكن من يدريك في المستقبل ربما هذه تنحاز باعتبار أن لدينا قاعدة في هذا المجال أن الله لينصر هذا الأمر بأناس ماذا؟ كعبدة الشمس والقمر تاريخهم كان بعيد جداً عن هذا الأمر لكن من يدريك في قصة الهداية كيف يتحول زهير بن القين قدس الله روحه الزكية من هذه النقطة إلى النقطة المعاكسة هذا الأمر رأيناه في التاريخ وبالنتيجة ربما نراه على شكل أفراد على شكل جماعات أو على شكل أمة تنحصر بشكل سريع بهذا الاتجاه طبعاً أو أن القوى المعاندة للإمام وهنا نحتاج إلى تعريف أعود وأقول بأن واحدة من مشكلاتنا الأساسية أن مقفوم العداوة لآل محمد صلى الله عليه وعليهم لم تعرف بشكل دقيق المجتمع لا يعرف بشكل دقيق من هي مصاديق العداوة لا زال الكثير أو ربما الغالبية لا زال متمسكاً بأن العداوة هي الامتداد لما جرى في سقيفة بن ساعدة يعني تخصيص العداوة في مكان محدد دون النظر إلى مستجد في الساحة العالمية أو في الساحة الأممية من مستجدات تجعل هذا العدو مقزم وذاك العدو معظم هذا علينا أن نتفحصها دائماً ولأنه إحنا معنيين بالموالاة لكل ولي لهم حتى ماذا؟ هنا علينا أن نتساءل داعونا بأن نوالي كل ولي لهم حتى ماذا؟ ما الذي يطلب من بعد الموالاة؟ افترض أنا حققت الموالاة حتى شي صير؟ تذكرون أثناء أحاديثنا؟ قلنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في نصوصهم الأئمة يذكرون خبراً يذكرون أمراً يحيطونه بثواب يحيطونه بأجر يحيطونه بفضيلة معينة لكن المغزى يعود إلى آثار اجتماعية يتوخون تحقق هذه الآثار حينما تحدثوا عن قيمة الفرات وفضل الفرات وما إلى ذلك نهر تسقط فيه في كل يوم سبعة قطرات من الجنة ذهب الناس يبحثون عن هذه البركة لكن ماذا تحقق على أرض الواقع؟ تحقق أن الذين كانوا يتناثرون الذين كانوا مشتتين في الأسقاع عادوا يتجمعون واحداً من بعد الآخر زرافات أو وحداناً وإذا بهم يشكلون مجتمعاً وحاضرةً كلها تؤمن بالذي قال لهم بأن الفرات فيه بركة لكن هؤلاء حينما يجتمعون هل سيبقون في إطار أن نهر الفرات فيه هذه البركة؟ أم أنهم ينظرون إلى أنفسهم؟ قد أصبحوا جماعة متماسكة لها إمكانياتها لديها قدراتها حتى لو كانت ضئيلة في البداية لكن هذه الأمور حينما تنشأ طبيعتها تقبل التراكم تقبل أن يبنى عليها إشلون من تبني لك ساب في بيت تقول هي منها حجر منها حجر تسعد يسعد البناء شيئاً فشيئاً بالتدريج مع الأيام ينشأ هذا البناء أو بالمعاكس العدو قوي وبالنتيجة هذه القوة هل هي قوة أزلية؟ بحيث اليوم مثلاً إذا أريد أن نفكر بأمريكا أمريكا شيء خلصنا من عندها ليش هي أمريكا؟ مين بدت؟ بدت من العظم لو بدت من التقزم إذا بدأت من التقزم إذن التقزم قابلية لديها ممتنع عليها إذا بحثنا عن أسباب قوتها يمكن أن نجد أسباب ضعطها مباشرة لذلك علينا أن ندرس الأمور من هذه الزوايا ومن هذه الاتجاهات أنا لا أريد هنا أو خليني أضرب هذا المثال اليوم نحن عندنا واقع غز وما يجري في واقع غز والصورة الأولى أن أعداداً كبيرة وهائلة من الضحايا تتساقط يومياً دماء عزيزة أرواح عزيزة ترقى إلى الله سبحانه وتعالى يومياً بحيث أصبح رقم الشهداء يقرأ بلا أن يثير في أنفسنا الكثير من الشجن أو الكثير من الألم ليس مثل الأيام الأولى إذا سقط واحد واثنين وعشرة نعتبرها قصة كبيرة الآن تعدينا العشرين ألف والمجتمع يباوى على مجرد أرقام اليوم ثلاثين باتشر خمسين كأنه عند خردة جاي يعني يصرفن أو جاي يسقطن من عنده لكن هذه العشرين ألف اللي استشهدوا هل تركوا الأرض فارغة أم شيء آخر هل أنتجوا شيئاً بشهادتهم أم أنه لا يوجد شيء وهل لهم أثر على عدوهم أم لا يوجد هذا الأثر بشلون اللحظ هذه الأمور بيها طريقة اللحظ هذه الأمور شوفوا اليوم الصهاينة إذا تشوفوهم قاسين للغاية هذا مبدأ عسكري أو مبدأ في السياسات العليا شلون يعني؟ في زمن الحرب العالمية الثانية انقسم العالم إلى قسمين قسم حلف وارشة وقسم حلف الناتو شيئاً في شيئاً تحولت الدول على ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين المحور الغربي هذا المحور الغربي اللي يسمي بعد ذلك بحلف الناتو كان العالم يجري أو ينتظر أي قمة تحصل ما بين الرئيس الاتحاد السوفيتي والرئيس الأمريكي ليحدد مسار العالم يقعدون كل سنة هذا إلك هذا إليه هنانا هذا شيء يصير هناك ذاك شيء يصير وإلى آخره هذه القضية اللي ما شعلها الأمور لكن مع أن أمريكا فرحت كثيراً يوم أن أعلن عن انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت هي الآمر الناهي لكن مع دخولها في لعبة الآمر الناهي هي تزامنت مع ما يمكن أن نسمي ثلاثة محاور أساسية نشأت المحور الأول يرتبط بقيام الثورة الإسلامية سنة تسعة وسبعين ونشأ محور لا يؤمن بهذا الطرف ولا يؤمن بذاك الطرف قبل ما ينتهي الاتحاد السوفيتي كانوا إذا قعدوا يقررون ما يدرون شي سوون عن إيران كأنه خارج الدائر لأنها متمردة لا على هذا ولا على ذا يعني متمردة على هذا وعلى ذا ما مستعدة أن تسمع من هذا ولا تسمع من ذا ثم تطورت الأمور تطورت الأمور إلى أنه في سنة 2006 يتحقق انتصار كبير على الصهاينة وبهذه الصورة التي رأينا لكن قبل 2006 ما بين تسعة وسبعين وما بين 2006 كان عندنا 11 سبتمبر الذي هو يوم تفجير مركز التجارة العالمية كلث أحداث كانت محورية في رسم السياسات القادمة بالنسبة إلى اللاعب الذي بقي وحيدا طبعا أنا في تصوري أن قصة مركز التجارة العالمية كانت مفتعلة من قبل الأمريكين ولا علاقة لها بهذا التنظيم إلا على أساس أن غروهم بالتنفيذ أما اللاعب الرئيسي الذي خطط ورسم المعادلة الأمريكيين اللي نشأ شنو اللي نشأ أن المحور السابق المحور السابق كانوا يجيبون يعني افترض من يريدون يصارعون هم هو الاتحاد السوفيتي شي سوون شلون يعرف أنه هو أقوى إذا الاتحاد السوفيتي عنده غواصة هذا أجل سوى غواصي إذا عنده حامل الطائرات ذاك راح سوى عشر حاملات طائرات إذا عنده الطيارة الفلانية ذاك راح أنشأ يعني تراكم قوة في مقابل قوة قد نابل نووية رؤوس نووية هذا عنده ذاك هم عنده بدأوا يراكمه بحيث توازنوا فيما بينهم كل ما هذا زاد إلى أن تفقوا على اتفاقيات التسلح وما إلى ذلك مرة يصعدون مرة ينزلون من تفقين الجماعة لكن من نشأة معادلات جديدة بدأت أمريكا تفكر في كيف ربما أنا أعتقد بعد أحداث 2006 ربما أمريكا تندمت ندم كبير جدا أن شافت الاتحاد السوفيتي ما موجود وياه لأنه أصبحت هي صاحبة القرار ومن أصبحت هي صاحبة القرار يفترض أنها تجني الانتصارات وتتحمل مسؤولية الخسائر يعني عليها إذا أكو نيران تنشب عليها هي أن تروح الطب فيه قبل كان وياها عامل إطفاء آخر اليوم هذا العامل ما إلى وجه روح أن تتحمل مسؤولية وصدقوا في البداية أنهم أصبحوا قادة العالم اليوم إذا أريد أنظر إلى هذا المبدأ في واقع الصراع شنو اللي راح أشوف راح أشوف دولة مهملة كانت وإذا تتوح تتحول مباشرة إلى قصة وغصة كبيرة في مسار هذه القوى بحيث محتارين شي سوون أقصد بهذه الدولة اليمن اليمن كانت ما حد يفكر بيها تدرون من تعرضت إلى مجازر أوباش السعودية وغدرت الإمارات القصف اللي صار القتل ما حد يهتم ما لهم الناس ممبالية بيها لا الدول الكبرى ولا الدول العظمى ولا هم يحل كلها ماهتمت قصة حقوق إنسان وما إلى ذاكم طلحها على كتر لكن اليوم دفع وحده على تعبير يلغافي لك الله دفع وحده وإذا هذا الرجل الجائع الفقير الذي في العادة يمشي حافيا ما عنده شيء يطلع لهم لعبة مربكة للغاية اسمها مسيارات مسيارات قيمتها المادية قيمتها المادية ما بين ثلاثة آلاف أربعة آلاف دولار إلى عشرة آلاف دولار هذا يروح يجيب شكه سفن عنده يروح يخليهن ويسوي تحالفات عالمية من أجل أن يحفظ البحر الأحمر ومضيق باب المندب من هؤلاء الحفات الفقراء الذين لم يكن ينظر إليهم بذيبان وإذا هذا الفقير المستضعف تحول إلى قوة استراتيجية عليهم أن يفكرون بها بأعمق لأنه إجوا وحسبوها هذا إذا يعني السفن هاي الأمريكية اللي جاي تيجي إجقد عدها مضادات إلى واقع المسيارات مئة مسيارة ألف مسيارة إجقد عدها يعني أخو مهما يكون هي إلها قابلية وإلها ظرفية معينة إجقد عدهم قابلية هب أنه الآن جاي تنظروا بمسيارات وجاي يحاولون أن يصدوها وإن كان طلعت لهم قصة العراق الآن جديدة أميا أضافت إلى العباء أعباء جديدة وشوية شوية جاي تنجر الأمور في البحر إلى أزمة كبرى السبب هي سلاح الفقراء الفقير بدأ يقاتل يقاتل بيش بأدواته هو قطعان المسيارة قدام الأف خمسة وثلاثين ما الهقيمة لكن جقد هذه الأف خمسة وثلاثين تقدر تبقى تجابه أعداد كبيرة في هذا المجال في قبال ذخيرة سهلة بالنسبة إلى المسيارات أكو ذخيرة غالية الثمن بالنسبة إلى مضادات المسيارات في قبال المسيارة قدامك باتريوت اللي هو مليونين وكسر دولار ينطلق من أجل أن يكافح جسم عبارة عن بس يوصل كلش كلش عشر تالاف عشرين ألف دولار بالمئة يزيد شوية ينقص شوية من تحسبها كرقم واحد ما توصل إلى نتيجة بس من تحسبها إلى أن تكون أرقام متعددة رح يتحول الكم إلى كيف وبالنتيجة هذه السفينة إذا ما حصنت نفسها من المسيارات هي تغرق جسم كبير في قبال جسم صغير جدعدها مضادات حتى تقدر تسقط هذه وتتخلص من هذا الصلاح من تحسبها عمليا تجد أن هؤلاء مهما جاءوا بمضاداتهم لن يستطيعوا أن يستمروا لمدة طويلة عدهم مدة محدودة وتنتهي القضية شفنا المثال في أوكرانيا اليوم ليش قيل لأوكرانيا خلصنا بعد ما عدنا مو السبب بس لفلوس السبب الذخائر ما عدهم ذخائر يقاتلون بيها تعبير زيلينيسكي أنه أنا طلبت مليون قذيفة وهم يقولوا لما خلصنا فارغة زي أن هذه الصوار يخلطوه المدفعية دبابات بيش تشتغل إذا ماكو ذخائر شي يصير تتحول إلى حديد مجرد حديد بلياذي أكثر ما ينفع نفس القصة الآن جاي يفكرون بها الأمريكيين بشكل جدي أنه هالقصة أنت مقادرين على أن يلعبون لذلك الآن إذا تشوف عدة دول خرجت من المعادلة أمريكا خلت أسماءهم بدون علمهم أنه سواء نتحالف بإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وبي 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 إلى آخره دفع واحدة تطلع البيانات الفرنسي يقول إحنا ما جدنا ندري وذاك يقول إحنا مداخلين وهذا اللي يقول أنا انسحبت وما إلى ذلك ليش بدوا يحسبوها من الناحية العملية هل قادرين أو غير قادرين عدوك من يبدأ يحسب أنه قادر أو غير قادر أعرف أنت قادر لو غير قادر يعني أكو معادلة في البين يجب أن تنتبه إلى وهذا مهم لعقلية الانتظار وعقلية أخوان المنتظرين اللي لحد الآن يشككون نقدر لو ما نقدر وأنا مهمتي اليوم أن أبين إحنا نقدر لو ما نقدر أن نواجه كل هذا الواقع اللي جاي نجابها طبعا ماكو شيء اسم قدرة بدون ألم ماكو شيء اسم أنه تكون قادر متمكن من دون أن تصاب بشضايا عملية إيجاد هذه القدرة لكن قدرة المستضعف تختلف عن قدرة الآخر إذا تذكرون أحداث النجف في الألفين وأربعة إذا ترجعون بالذاكرة النجف محتلة من قبل قوى متعددة مسلحة وفي قبالها الجيش الأمريكي والجيش العراقي أو متبقى الجيش العراقي الكل واحد أمام الآخر والنجف صايرة تحت المرمى هذا يضرب ذاك يضرب النجف هي المتضررة كيف انتهت حاولوا الأمريكيين حاولت حكومة أياد علاوي ما إلى ذلك كلهم حاولوا وكانوا عاجزين انحلت بسلاح المستضعفين وانحلت حل جذري بحيث بعد ما رجعت إلى ذاك المربع المرجع الأعلى دام ظله الشريف يتمرق يذهب إلى لندن يعالج يريد أن يرجع يرجع إلى النجف اللي هي ما معلوم يا عصابة يطلع منا يا مسلح يطلع منا يا قوة مسلحة تطلع منا قواعد الاشتباك مختلطة والجهات ما معروفة مو بالضرورة كلها تنتمي إلى اتجاه واحد كثير معدهم أجيوا بعنوان نصر لهذا الاتجاه لكن من هؤلاء من كانوا يضمرون العداوة لهذا الاتجاه ولغيره شنو اللي صار يا بس سيدي يريد يرجع خلي المؤمنين يستقبلهم خلي طلعون يستقبلهم بيش حررت النجف حررت بالمستضعفين مو أكثر من حضور السلاح حتى ما تسميه سلاح لكن على مستوى الأرض شنو أوقف كل الأسلحة أسقط كل الأسلحة والخيارات اتحررت النجف وكأن شيئا لم يقل ناس اجت نعم عارضهم بعض المجاميع أطلقت النار على بعض الزائرين وما لكن كان المطلوب تعالوا يا جماعة الخير زوروا أمير المؤمنين بشكل جماعي من يجوا وزاروا بشكل جماعي تهت القصة هذا من الفكر بهذا السلاح اللي فكر بأن قابليات الأمة فيها من الأشياء الكامنة ما يمكن أن يحولها إلى قوة أعظم من قوة الاتجاهات القاهرة قبل ذلك عندنا حدث في أيام ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران بعد رجوع الإمام الخميني قدس الله روحه الزكية إلى إيران صار قرار بأن الجيش الإيراني يتحرك لضرب الثورة واعتقال الثائرين وانتهت القصة وصار مشاع إلى أن القرار هو أن يحصل انقلاب على الثورة شنو كان قرار الإمام الخميني نفس هذه القضية نفس هذه القضية يا ناس بدل ما قاعدين ببيوتكم تشربون نرقيلة وتأكلون وما نقلوا هذه قعداتكم ونقلوها للشارع وروحوا وقعدوا بالشارع شنو بالشارع شي سوون بعض قيادات الثورة الأساسية كانوا مع ترضين جاي يسوي لكن النتيجة شنو اجدت الدبابات شافت الناس قاعدة بالأرض مبسطين بالشوارع الشوارع مغلقة ليش لأن الناس قاعدة بالشارع رجعوا ما قدروا يسوون شي سقطوا السلاح بيد ماذا بيد ناس غير مسلحين لذلك حسابات القدرة علينا أن ننتبه مو هي تراكمات السلاح وإنما أكو في داخل المجتمعات قوى يمكن إلها أن تتحول مباشرة إلى السلاح مرعب يسقط هذه الأسلحة وإلا أن تتصور يعني دبابات دبابات في قبال هناك قاعدين بالشوارع وإن تتحرك الدبابات يرادلها الشارع ستتحرك به وإن تتحرك ومع ذلك ذول السواق الدبابات بالنتيجة ينتمون إلى هذا الشارع بطريقة أو بأخرى راح تتحول الولاءات شيئا فشيئا حتى لو على طريقة مكره أخاك لا بطل بعد ولاءة إلى النظام القديم لكن يشوف هذه الناس لا بد أنه يرفع الوردة أو يرفع الراية الموالية إلى هؤلاء حتى لا يؤذى من اللي نجح بهذه القضية نجح سلاح المستضعفين ما نجح السلاح الأخر لذاك هنا أنا من تجي تحسب قدرات الأمم قدرات رهيبة جدا غاية ما هناك تحتاج إلى من يقود هذه القدرة يعني عدنا تراكم قوى هذه المتراكمات إذا بقيت متراكمة ومبعترة عند شن اللي رح ينتج ما رح ينتج هاي الإرادة اللي تسقط الأسلحة لكن في القبال لو أنه أنت إجيت ووحدت هذه الأمة بفكرة معينة دخلت في راسها فكرة واحدة هذه الفكرة تتحول إلى جامع مشترك ما بين هؤلاء الناس انتبه هنا إلى كلمة يوالي من والاكم شوية انتبهوا إلها بهذا العمق اللي أنا جاي يتحدث عنها فكرة واحدة اتمكنت من عقول هؤلاء الناس ما أصبحوا أشلاء متناثرة في هذه الفكرة أصبحوا قصة شبيرة من يقول يوالي والي من يواليكم هنا نجا يبحث عن الفكرة الموحدة لهذه الجماعات المتناثرة شنو اللي صار عندك بدل أن تقول عندي واحد هنا واحد هنا واحد هنا لا عندي جماعة موالين عددهم الفلاني كذا لأنه ما أصبحوا واحد واحد وإنما انضم الواحد إلى الواحد تحول إلى مليون ربما في المباحث الأعمق في تحليل قدرة المجتمعات أكو سياسة تسمى بسياسة النمل ما هذا أحد قارع عنها أو ما اطلع عليها سياسة النمل النمل هو قطعة صغيرة قد لا ترى في العين المجردة في بعض الأحيان لكن اتصور أنت نايم وعشرة من النمل بدن يسرح على جسمك شي سوى بك تخيل نفسك بهذه الطريقة عشرة اللي هنا يكفي ضربة واحدة كل هنا يموت لكن هذا العشرة مستعدات وقادرات على إقلاقك من النوم على إثارة أعصابك على حرمانك على كثير من القضايا هم ذول العشرة من الكائنات المصغرة جدا التي قد لا ترى بالعين المجردة في بعض الأحيان كما هو الحال في النمل اللي يسمى بالذر أو النمل الأبيض مثلا وما إلى ذلك هسأل الأخوان اللي عايشين في مجتمعات بها البناء من الخشب يعرفون ماذا يمكن أن يحدث النمل الأبيض في داخل هذه المجتمعات نمل بس حاضر إلى أن يدمر أي بناء بمجرد ما إنهدع له يسقط سياسة النمل تقول أنه أكو قطع متناثرة مبعثرة ما إلى ذلك لكن هذه إذا قدر لها أن توجه بأي طريقة يمكن أن تكون موردا لإشغال العدو وعنوانا لنمو قدرة الأمة التي ينتمون إليها بمعنى شنو تعالوا يا شيعة علي بن أبي طالب أنشئوا هذا المبدأ موال لمن والاكم شوف هاي النصوص اللي هي بسيطة شوف العمق وين رح يوصلك من تتعمق بها وتشوف آثارها وانعكاساتها في الواقع الاجتماعي وتشوف العمق وين رايح هذا الموالي محبل علي ابن أبي طالب هذا المحبل علي ابن أبي طالب قاعد في أندينوسيا قاعد بالسلفادور قاعد بأسقاع الدنيا هو محبل علي ابن أبي طالب لديه عاطفة أو هو ملزم بتنظيم عاطفته على أساس التعاطف مع الشيعي لعلي ابن أبي طالب اللي موجود في الأسكيمو مثلا أو في أستراليا أو ما إلى ذلك متعاطف بعد لم يأدي أي عمل لكن بلغة التنظيمات أنت صار عندك مرتكس في الأرض صار عندك واحد مؤمن بأفكارك يمكن بعد ما يؤمن بأفكارك يمكن أن يؤمن بأدواتك أيضا يمكن أن يؤمن ببرامجك أيضا بذلك في الوقت النمل للصغار يبدأ يتوجه أصبح إلى موجه عدو لمن عاداكم تعطي الصياغ العملية في مخرجاتها إلى ولي لمن وعلاك شوفون زيارة الأربعين متعجبين بها هذه القدرة هذه من نشأت نشأت من موال لمن وعلاكم من تباوع إلى كل الأفعال شوفها مرتبطة بهذه القضية من اللي ما مرتاح من اللي متأذي من هذه القضية اللي ينتمي إلى الطرف الآخر ماذا لو أن هذه الملايين اتحدت بفكرة أعمق من الفكرة التي اتحدوا عليها اتحدنا على حب الحسين عليه السلام عظيم جدا جزاكم الله خير اجوا واثنين وعشرين مليون مشاوا أظهروا طبيعة محبتهم للحسين عليه السلام ماذا لو انتقل الأمر من حب الحسين إلى ثأر للحسين عليه السلام من ينشأ هذا الأمر يبتدأ صغيرا ثم يتحول بالتدريج بناء على وجود قائد يقود الأمر يحول الأمور الكمية إلى أمور كيفية وينقلها من ساحة إلى ساحة عودا نرجع إلى غزة بناء على هذه الأكتار بناء على أن النمل يمكن أن يحدث فجوة كبرى مقلقة بل مميتة في جسم العدو الفلسطينيين جاي تروح من عندهم ضحايا كبيرة جدا لكن التساؤل إذا كانت التقديرات الصهيونية أن القوى الممانعة لوجود الصهاينة المقاومة لوجود الصهاينة في داخل هؤلاء قرابة الأربعين ألف لنفترض الآن الشيء الذي طلع إلى الأرض جد إسرائيل الكاذبة المحترفة للكذب تقول أنه قتلنا قرابة الألف واحد ثمانين يوم دبابات وطائرات وعشرات الآلاف من أطنان القنابل قتلوا دمروا لكن القوة التي جاءت هذه بعدها في منا بعدها في بعيدة عن هذا الأمر من تكون بعيدة عن هذا الأمر شلون نعرف أن العدو وصل إلى غاياته لو لم يصل ونش وقت نقدر نقدر أن العدو سيتوقف بعد ما يقدر يستمر وهنا رح تدخل معادلات متعددة لكن الأهم من هذه القضية أن هؤلاء بعد ما انتهى الاتحاد السوفيتي بدأوا الأمريكيين يفكرون من الذي يحسم المعركة كل من يكون عنده قدرة على أن يكون متوحش أكثر لو يذراع مو قاعد التفاهم لو يذراع بالميلة هذا يقتل ذاك يقتل ما إلى ذلك لكن في يوم من الأيام واحد من عدهم راح يقول أنا لهنا نو كاف هنا نتيجة السائل وهي المستضعف الفلسطيني حجم الخسارة اللي انت جاي تقدمها شنو في قبال الأرباح اللي جاي تغنمها وتجي تسأل المتغطرس الصهيوني حجم الخسائر جقد انت تقدر تتحمل تطيخ خسائر و جقد مستعد أن تديم هذه المعركة من ترصدها تقول المعادلة كل شواضحة هذا يدفع بالمليارات وذاك يدفع بالتفاليس إذا نريد نحسبها بهذه الطريقة الطريقة المادية المعادلة كل شواضحة هذا اللي يدفع بالمليارات اليوم زنقين اليوم غني لكن اللي جقد يبقى جقد يبقى مستمر وقادر على أن ينفق وسمرات تصير عندنا معارك اقتصادية بالسوق هذا يرفع السعر ذاك في مقابلة يرفع السعر هذا يرفع ذاك شايفين المرات المزايدات اللي يصير بالسوق لكن في وقت من الأوقات واحد من يرفع العلم الأبيض عمي كافي الهنان وكافي الشيء اللي يجا يصير هو تصاعد في لغة الوحشية إذا قابلها المستضعف بالصبر والاستمرار هذه اللغة لن تجد نفعا لصاحبها بل ستتحول إلى ضر أكثر ما هو نفع اليوم الصهاينة عندهم ما لا يقل عن خمس مئة ألف خارج بيوتهم خارج معاملهم ما أحكي عن الفلسطينيين أحكي عن الصهاينة خارج معاملهم خارج مزارعهم خارج مصالحهم خارج بيوتهم من كونهم خارج بيوتهم وضعهم النفسي وضعهم التعبوي هذا نقول هنكون ين درسه إيج قد مستعد الحكومة الصهيونية أن تبقي هذول الخمسمائة ألف مستمرين على هذه القضية إحنا جاء نشوف يوميا أنهيارات نفسية كبيرة جدا مطالبات هائلة جدا مستوطني قرية الخالصة قديمة التي هي الآن كريات شمونة هذول عندهم منطق لافت إذا قال رئيس الوزراء رجعوا ما نرجع الوحيد الذي نستطيع نصدق به سيتحسن نصر الله إذا قال لنا نرجع سنرجع لغة الوحشية وين صارت ما أثبتت شيء الجو يتوسلون بالمستضعف تعال نطينا أمان إذن الصهاين جد يستمر في هذه المعركة لا تباوع المعركة في أشهد جرائمها قول جد يستمر جد يستمر في هذا المجال لو قد شفتوا أنت الصهاين بالبداية قالوا من بقي حماس ولا واحد من عجل ويجب إبادتهم بل طرح مشروع تهجير الفلسطينيين ونقل غزة إلى مكان آخر وإلى آخر اليوم رجعوا وقالوا الهدف اللي عندنا هو أن نلقي القبض على السنوار نلقي القبض على الضيف نزلت الأهداف شوية شوية اليوم رجعوا إلى الإعلام الصهيوني يتحدثون حتى لو ألقينا القول شنون اللي رح يصد إذا القوة ما لت موجودة الفكر ما لت موجود راح وهالكبار هالكبار جاءوا الأطفال وجاء نشوف الأطفال جاء يتحدثون بلغة أكثر إصرارا مما كان يتحدث عنه الكبار تذكرون طفل محمد الدرة في ذاك الوقت قتالهم شنو كان حجار اليوم تحول إلى صواريخ وتحول إلى مسيارات وتحول إلى أسلحة وقدرة على الاقتحام وقدرة على المواجهة واوة ويوميا فاتورة القتل الصهاينة ترتفع غرضي من كل هذا أريد أبين أنه أكوى عوامل في داخل الأمة يمكن للقائد النبي أن يستخرجها وأن يحولها إلى أثر فاعل في تحريك المجتمعات وإلكم أن تشوفون أو تبعون الفتية المباركة بالجهاد الكفائي تضعوها في فهم هذه الأمور قصة أن يكون لديك قدرة قصة موضوعية مو قصة عابثة ولا تجي أنه أنا جبت لي فد ألف مقاتل صار عندي قدرة ياما وياما أعداد كبيرة من المسلحين يروحون بقرار واحد ينتغون أصلاً أما القدرة في أنه أنت من توجد فكر واحد يعقب عاطفة واحدة يعقب توجه واهتمام وغير موجهة باتجاه محدد بذاك الوقت يحتاج لك إلى من يمسك بزمام المبادرة يحول كل هذه الكميات إلى نوع وإلى كيف تنشأ من القدرة من تريد تباوع إلى واقعك الاجتماعي لبناني كان أو عراقي أو إيراني أو يمني أو في واقع فلسطين أو ما إلى ذلك وتزن هذه القوى في قبال هذا الواقع شو تشوف قادر لو مقادر ما أقولها من باب المباهات ولا أقولها من باب الإدعاء نحن قادرون على نصرة إمام الزمان بشكل جدي وواقعي القصة مجرد كلمات لكن هذه القدرة من وين إجدتي إجدتي شفنا الضعيف المعين الضعيف فكرنا بهذا المعين الضعيف كيف يتحول إلى قوي رحنا قلنا يجب أن يكون كذا وكذا 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 صار صارت أكو دولة صار أكو مصانع أسلحة صار أكو مقاتلين صار أكو مدربين صار 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 وإذا تبين أن يجي يوم يروح يوم قبل كانت على سبيل المثال إيران تتوسل كيف يمكن إلها أن تحصل على طائرة روسية اليوم روسيا وطباب إيران تعالطون هاي المسايرات باعوها القصة بأبعادها الأعمق من صورتها الظاهرية وين وصلت أنت وتجي روسيا تعرض عن هاي طائرات متطورة جدا تعالوا أخذوها في قبال الطونديج مدافع مية وخمسة وخمسين يرادلها ذخيرة وهذه المدافع هي الرئيسية في المعارك البرية أنت معاملك صار لها مدة تشتغل وعدها سهلة جدا عندك حديد والت أنت صنعتها سهلة وبمنتهى السهلة تقدر تسوي هاي القضية اللي انتبه سلفان راح أعد واستعد الآن معركة أوكرانيا وروسيا واضحة جدا أنها تفتقر مشكلتهم بالذخار الغرب ما حسبها بشكل جدي وبشكل بعيد المدى وقعوا في مشكلة الآن روسيا صار لها مدة يوميا سويت لها تقدم بهذا الاتجاه بذلك الاتجاه في قبال أن الطرف الآخر مي شط طرت أمريكا طرت أن ترفع من عيار المواجهة بعد ما تعتمد على أوكرانيا بس هي في مأزق شتعالج تعالج مشكلة الصين تعالج مشكلة اليمن اليمن اللي هي وين الصين وين اليمن وين روسيا وين اليمن اليمن أصبحت فبعبع لا على البال لا على الخاطر وإذا هذا البعبع يكبر يصبح غول كبير جدا يتمرد على هؤلاء وين يضربوا بالجبال سبق سبق لهم أن ضربوا هذا اليمن بنفس القذائف الأمريكية هي اللي اشتغلت نفس القنابل اللي قتلت سابقا في صنعاء وفي غير صنعاء هم هؤلاء موجود عليهم شو راح يسوه أكثر من ذلك شو راح يسوه في قبال واحد خاتلة وراء صخرة بيدة مسيرة ضامها ما إلى ذلك شوية تقاتب حلقة وإذا تمر المدمرة تمر الفرقاط تمر حاملة الطائرات يقدر يأذيها أذية كبيرة جدا شو بدون يسول شو يقدرون يسول لكن معركة خاسرة بالنسبة إلي وأنا متأكد مع الأيام واحدة من اثنين إما يتخبلون ويقودون حرب جديدة وهذا استنزاف إضافي طبعا هذه راح تفتح جبهات متعددة إذا تريد تقدر أمريكا جد قوية الآن تجي تتوسل للعراق أنه ما عندنا قدرة يعني خلي الأمور تهدى لأنه مجغولين مجغول يعني شنو يا عراقي أصبر حتى نقلت لك يراد خلي نخلص من الصين خلي نخلص من روسيا وبعد ذلك نتفرغ إليك بينما بالمقابل أنت عندك قدرة الآن أنت فلت من العقاب باتشري يصير بعيد الجوز المعاقب يرجع يعاقب من جديد وترجع القصة إلى أن ننشئ معادلات فإحنا الآن هي بدينة ليش نروح ننشئها هي بدينة الآن غرضي من كل هذا غرضي أن هذه الأمة قادرة ينقصها هذا الأمر ينقصها القيادة الواحدة وينقصها من يجمع هذه القوى ويوجهها بالاتجاه السليم للوصول إلى المبدأ الأساسي في أن تعيش حالة الكرامة التي تريدها لنفسها ليش العراق دائما اقترن تاريخها بالدماء والآلام لو كان شعر ما عنده كرامة زايدة كان أصبح مثل كثير من الشعوب اللي قالوا لملكهم أنت مليكنا واحنا نسمع وانطيع حتى لو زنيت حتى لو فجرت حتى لو 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 إلى آقري عفوهم براحتهم وتفضلوا هذا مليككم احنا نقدر أحسن تقدير افلوسكم همئلكم اطلونا مويلاتنا أن وعيش اخذوا راحتكم جوازهم أحسن جواز يسافرون أكلهم أحسن أكل قاعدتهم أحسن قاعدة لكن شنو أذل في قبال ذلك انت تشوف لا جوازك بيحظ لا وضعك بيحظ لا معيشتك لا 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 إلى آخره عادة تلقي بهذه التهمة على هذا على ذاك ما تشوف العامل الأساسي وين العامل الأساسي وين سأضرب لك مثال هذا المثال أمريكا ما تقبل أن يصير قطار الشلم الشلبسرة يتحقق ما لها علاقة مسافة قليلة جدا عشر عشرين ثلاثين كيلو ما لها علاقة في البعد الاستراتيجي عندها بالنسبة لهم هذه ما علاقة ما صير ليه لأنه تعني أن إيران العراق سوريا لبنان على خط واحد عنده اقتصاد الواحد عنده تواصل الواحد وبالنتيجة الهلال لا يقطع أطراف الهلال لا تقطع من تريد تقول لا أنا راح أسوي يقول لك سوي بس أنا ترى عندي قصة الكهرباء عندي قصة الغاز عندي قصة الدولار عندي وعندي 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 إلى آخر بيدا أنت ذني ما تشوفهم هذني حراك أحنا نعبر عنه تحت الحزام ما حد يشوفه إلا اللاعب المتأذي هو اللي يشوف أما أما عليك أنت أن تدق وتنوح وتعيط وما إلى ذلك بأن هذا فلان كذلك نعم أقوى حرامية مم أقوى حرامية بس عم يشوف الحرام تشبير وين أنت جاي تشوف الأقزام اللي تتحرك في خدمة هذا أما ورا شنو من بلوة هذا مين شاف وللبحث عن هذا الأمر حتى نوجد هذه القابلية وهذه القدرة علينا أن نستمر أقو هاي الخسائر في البين تصير بس أنت بدال ما تروح بدال ما تروح تأخذ الشيء الصغير اخذ الشيء الأكبر لأنه تمسك بي كل الصغار أما تأخذ هذا صغير يطلع لك عشرة آلاف صغير في المقابل أخذ المفتاح الأكبر بذلك الوقت أنت كل هؤلاء الصغار يصيرون في خدمتك أنتهي إلى هذا القول بأن وأقولها هؤلاء اللي يشنعون على ما يجري في فلسطين والشيعة والرطة والسنة وما إلى ذلك لا حد يتحدث بهذا المنطق لأنه منطق معادي منطق معادي مو أنه منطق معادي لهذه الأمة برمت السبب يعود ماذا يعني تفتكر أن الصهاينة والأمريكيين جو ويقعدوا واتفقوا بينهم وبين اليابان والهند على إيجاد شوف انتبهوا إلى البعد هذا اللي عادة ما يفكر به على إيجاد خط يمتد من الهند إلى دبي وموانئ السعودية على الخليج إلى وين إلى ميناء العقبة إلى إيجاد قناة بديلة عن قناة السويس أولا وثانيا يمكن أن يبعد السفن الراحلة من هذا الخط إلى ذاك الخط يبعدها ويقصر المسافة عن خط المواجهة ويخليها أكثر أمانا تجي إلى البحرين إلى قطر إلى دبي إلى جبل علي يجيون إلى هذه الموانئ يفرغون منك السيارات تنقل لون ما تسمى بقناة هرزيا هذه القناة وين تمر حتى توصل إلى البحر تمر بجوار غزة محاذاة غزة مشروع على أساس ينفقون عليهم 15 مليار دولار غزة شرح تصير عقب بالطريق لمعقبة بالطريق وواضح جدا أنها عقبة يجب أن ترفع لذلك لو لم تكن سبعة اكتوبر موجودة لأوجدوها في سبعة كانون الثاني في كانون الأول أو كانون الثاني كان القرار بإزالة غزة قد اتخذ سابقة مسبقا اتخذ وأعتقد أن الرحمة الإلهية والمكر الإلهي أوجد مثل معادلة سبعة اكتوبر التي أطاحت بكل الأرض يوم السعودية لماذا متأذية لماذا خطباءها يشنعون على مقاتل غزة يذبل دمعتين على الأطفال بس من السبب بهم ليس الصهيون الذي يضرب السبب هذا الذي يشاير إسلاحه وقاتل ومن الصباح إلى الليل تشنيع وتشويك في أي واحد من الأخوان أو من اللي يشاهدون يشوف تغطية قناة العبرية أو العربية إلى أحداث غزة بس هذه مقدار يشوف يشوف هذه القناة تناغي من وتخاطب من وتدافع من ما يرادلها إثبات مباشرة الروح افتح واسمع تغطيتهم الخبرية بيا طريق جاي تتجه للتخذيل أو للنصر فإذا كانت تخذل من على من لصالح من وتنصر من على من راح تشوف المنصورة الدولة المختصبة والمخذل هو الإنسان الذي يقاوم هذا ليش مقهورين الجماعة ليش برج خليفة يرفع العالم الصهيوني عينك عينك أمام هؤلاء الناس جميعا أعياد الميلاد أقبلت راح يحتفلون بأعياد الميلاد لو راح يقولون عيب غزة جاي التنذب وأتعجب حقيقة على أخواننا المسيحيين بس خاصة في أوروبا تبتشون على المسيح و يوم ولادة المسيح عليه السلام وكنيسة المهد وما إلى عمي كنيسة المهد جاي تذبح جاي تدنس من قبل الصهاينة أنت وين رأي دين من رأي دين المسيح المسيح جاي يذبح من قبل الصهاينة أنا أناشط خصوصا أخواننا في العرق أخواننا في لبنان أخواننا في سوريا في قصة عيد الميلاد وإن كانت أكذوبا من أجل مصالح تجارية تجاري يريدوني يمشون بضايعهم خلوا هذا اليوم من أجل أن يبتزون فلوس جيوبكم صدقوني ما تخرج عن هذه المعادلة أبدا لكن مع كل ذاك تيدون تفرحون ترى أكو آلام أكو دموع يفترض أن تراعوها هسا المسيحي وإن كان هو الآخر مصاب ويانا موقف المسيحيين في فلسطين هو نفس موقف المسلمين في فلسطين لكن مع كل ذلك أنت المسلم ما عندك ما عندك ناقة جمل في هذه القضية إذا ولادت السيد المسيح في قرآنك القرآن يتحدث عن أن المسيح عليه السلام ولد في أيام الصيف أو قريبة من الصيف وهزي إليك بجذع النخلة بجذع النخلة شنو الرطب شوكت يتواجد يتواجد بالشته يعني في شهر أو آخر 12 فهذه قذوبة مع كل ذلك محتفلين عليهم عندنا آلام كبرى من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم تريدون بعد هذا عود الإمام صلوات الله وسلامه عليه يفرح لو تشوفوا في حال الحزن هؤلاء الأغبياء اللي لا زال يفكر القصة قصة طيام من طرف آخر دولة ما ندخل بهم خليش يصير هذا حرام والله العظيم حرام هذه دماء زكية يهتز لها العرش حينما تراق علينا أن نبدي قدر بسيط من الغيرة نقول عيب بيت الجيران عندهم ونحن العراقين معروفين بهذه القضية الجار يريد يعرش صار عد جار صار عد فاتحة العرش يوقف لما يوقف عرش مرتبطين بزفاف ومرتبطين بنقل امرأة مصير امرأة من وضع إلى وضع آخر يقولون لا عيب من سويه ويتأجل كأنه الميت في بيتهم كذلك أخوان الأعزاء عليهم عميات تجارنا ربحوا بالعافية عليكم لكن لا سعدون على هذه القضايا هذا السخف اللي أحد التجار بالكاظمية يجي يرفع نجمة صهيون ما يدري لغباء من عنده مو بالضرورة يدري لكن هذه القضايا من أنت تفتح الباب بها رح تتسلل كل الكابين من وراها رح تجي الملابس الملونة على طريقة المثليين رح تجي الشعارات المشبوهة رح تجي كثير من القضايا اللي تشجع أو الدين دينك بالكاظمية وترفع النجمة السداسية وانصار دارت لو لا شراها التاجر أو غباء اللي خلت يتجه بهذا الاتجاب على أي حال أنا أعتقد أن أمتنا لديه القابلية بشكل هائل جدا على أن تنتصر وعلى أن تنهض نهوضا يؤدي بها إلى المسارات الاستراتيجية الكبرى ما رح تبقى تلعب وسط اللاعبين الزغار اليمن كانت صغيرة الآن تلعبوا يمن الآن تلعبوا يقبار والاقبار مستعد يشيل الشفقة مالته يحيي أبو اليمن من ميليشيات إلى رعب ها إجاك الحوثي وإجاك اليمن وإجاك الصاروخ وإجاك الجتك المسيرة وما إلى ذلك أمريكا مجغولة بريطانيا مجغولة فرنسا مجغولة إيطاليا مجغولة الكل الشركات العالمية ببساطة هم جدا على أخلاقيات التجار رأس الرفع والرأي البيض عمي ما ندخل ما راح نجي منا والله عمي بطلنا تعال يا سفر روحوا إلى رئيس الرجاء الصالح تعرفون شنو هاي المعادلة اشقد بيها أموال هائلة راح تتكبدها التجارات واشقد أسعار راح ترتفعوا ما إلى ذلك هذا كل عناء يفرز في ضد الحضارة المزيبة والمتآمرة على شفاق ببدال ما يقطع المسافة عبر 2000-3000 الآن علي أن يفتر العالم حتى يوصل إلى مقصده قبل كان يوصل بشهر الآن راح يوصل بأربعة شهر هذه من تنحس باقتصادين شوفون خسارة هائلة جدا لدينا هذه القدرة ما نحتاج إلى إحياء أمر الإمام بعنوان الفكر الواحد حتى تتوحد الأمة على فكر واحد على العقيدة المهدوية أن تتسيد على أبكارنا وعلى عقولنا وعلى عواطفنا وعلى حواسنا ليش؟ لأنه إذا فرقتنا الأيام والظروف علينا أن نرجع لنتحد شلون اتحدنا بالأربعين وكسرنا المفخخات وكسرنا الأحزمة الناسفة وكسرنا الهاوانات والعبوات اللي كانوا يصدون بها إلى الزوار بل كسرنا إرادة المجرم صدام ورغبته في قتل كل زائر واعتقال كل زائر انتهينا من هذا الأمر الآن علينا أن نتقدم لظروف المعركة الحالية المعركة الحالية انتهينا من عدو أكو عدو آخر هذا العدو لا يمكن أن نسقطه من دون أن نضع أو نوجد عقيدة تتسيد على عقول الناس وتوحدهم لا يوجد في البين عند الشيعة وعند السنة على حد ننسو إلا العقيدة المهدوية التي يمكن لها أنتهينا بل حتى عند المسيحيين مسيحيين أيضا ينتظرون مثل ما نحن بل حتى عند اليهود المتدينين شفتوا تظاهراتهم في نيويورك وغير نيويورك تظاهرات مضادة إلى اليوم في تل أبيب هؤلاء يرفضون ويدعون إلى على دويلة إسرائيل بأن تنتهي هؤلاء الكريين ينتظرون أنت عندك واجف شرعي في هذه القضية لكن منتظر بأي طريقة منتظر متواكل شفت العدو بالنسبة إلى النائم إجس أي قضى لكن أي قضى بماذا بالقنابل وبالطائرات الناس ما لهم دخل كانوا يجوز أصلا ضد المقاومين كانوا لكن قتلوا لما قتلوا بهم قد يكون جواسيس أيضا وجاهم الضر من عدو لا يعرف صاحب ولا صديق إحنا علينا أن نتجه لإحياء أمر الإمام صلى الله وسلم وعلينا أن ننظر إلى أن نحول أنفسنا إلى الجامع لهؤلاء الناس إلى الذي ينشر الرحمة من أجل أن يوحدهم للذي ينشر الفرقة من أجل مصالحه أو من أجل مآربه أو من أجل أي هدف كان إذا تمكننا من هذا الأمر راح تشوفون إحنا راح نصير في قبال الحلول الأساسية اللي أضطرها إن الأئمة الأئمة شنو وعدونا قالوا راح تجري الأحداث في الكثير من الأحيان أنتم مداخلين أما يكفيكم أن عدوكم يقتل بعضه بعضا وأنتم في بيوتكم آمنين لكن هذا الأمان هو فرصة من أجل الاستعداد إلى اللا أمان إلى حالة اللا أمان اتغلب على هذه الفرصة أوجد لنفسك الأمان وأدوات الأمان اليوم شنو المشكلة عند الطائرات الصهيونية ببدل أن تغير على غزة أن تغير على ضاحية جنوبية هناك رتب بيته وأعد واللي يتقدم العنوال منطق هؤلاء ما يفتهمون إلا هذا المنطق من أعد واستعد وأمن بالضبط أقدر أضرب هذا المثال وأنتهي إحنا مجموعة حاصرنا في صحراء وعدنا بطل مي واحد إشقد هذا المي يحتاج من وقت حتى ينفذ ساعة ساعتين ثلاث ساعات عشرة يوم يوم التفكير الصحيح شنسوي نقول عمي إحنا نصبر تعال يا أفلان أنت قوي أخذ هذا البطل المي كله أخذي لك روح جيبنا لإنقاذ من الآخرين لأن نحن محتاجين مئات القناني القنين الواحد ما تفيدنا بس أنت أخذها بدان ما نموت إحنا كنا بعد ساعة نصبر أنفسنا بس نصبرين بدان على قوتك أنت روح أخذ المي وصل نفسك إلى نقطة الإنقاذ لإنقاذ جيبنا القناني اللي إحنا محتاجين الطريق السهل يا بدان عطشان هس باشر الله كريم أطيني عمي هذا بيتخريب رح تعطش بعد شوي يقول لك مين بينما الطريق الصحيح هو أنه لا تتحمل تصبر حتى يجيك الرفض وهذا هو ثلسفة فليغيب الرجال وجوههم عنه في قصة السفياني مهروب من المعركة وإنما الإقبال على فرصة جديدة اللي هي فرصة ما اعتبره أئمتنا رجال الإنقاذ للعراق جيش القراساني من جهة الشرق وجيش اليماني من جهة الجنوب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كرامة إحياء أمر الإمام صلى الله وسلامه عليه وأن نكون من العاملين في ذلك من المجتهدين في ذلك من المعينين للناس على فهم ماذا تعني كلمة إحياء أمر الإمام روحي وأرواح العالمين له الفدا والحمد لله أولا وآخرة وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا وآخرة